من بداية السورة والضحى والليل إذا سجى في إشارة إلى أنه من الدعم النفسي أن تأخذ حظك من السجى وهو الهدوء النوم والضحى وهو السعي أن تسعى وهي سلامة واستقرار لك تنام بالليل وتسعى بالنهر ما ودعك ربك وما قلاء شوف قال ما ودعك أضاف الكاف لكن في قلاء لم يقل سبحانه وتعالى لم يقل سبحانه وتعالى فلما التفسير يقولون هنا في قلاء ما ودعك أضاف الكاف تضيف معنى في المحبة أن الذي يعني يخاطبك ويهدئك يحبك وهذه من المبادئ الأساسية في أيضا كذلك العناج النفسي ما ودعك ربك وما قلاء وللآخرة خير لك من الأولى انظر الصبر على ما يصيبك لأن صاحب الآخرة يعلم أنه هنا في دار عبور يا سلام فهو يتوجه بنظره للآخرة هذا أولا ثانيا يحتسب ما يحصل له في هذه الحياة الدنيا أنه مهما قالوا يا محمد هؤلاء الكفار لا تلتفت لهم أي بمعنى مصائب الدنيا وما يحصل فيها وما يحدث لك في يومك في هذه الحياة الدنيا لا أثر له ولا قيمة له تسليل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى علماء التفسير يقولون في الرضا هنا إشارة إلى الأعنى الأول ومدعك المحبة لأنه إذا يقول رضا العطاء إذا كان فيه رضا معناته أن هناك محبة من الطرفي يا سلام محبة من الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى محبة من المخلوق من النبي صلى الله عليه وسلم من المثلية ربانية من النبي صلى الله عليه وسلم أيها أحسنت ولذلك ينبغى أن يكون الأخصائيين والمرجعيات النفسية الحقيقة من المعالجين طباء و الأخصائيين أن يكون عندهم هذه القضايا يستفيدون من هذا الأمر حتى يأتيهم الناس أنا أظن أن الثقافة التي قصد رسالة فهد و التي تشير إليها أنت الآن أننا نريد أن الدعم النفسي حتى أن الإنسان يذهب إلى من يمكن أن يعينه على ذلك ولا حرج في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر